قصتنا النهاردة عن شهاب طالب كلية الحاسبات والمعلومات اللي بعت يقول لنا أنا عملت جريمة عقوبتها السجن 15 سنة بس كنت مقتنع إني صح وهي إني دخلت الديب واب قفلت مواقع كتير بتبيع الجسس والأسلحة والأعضاء مجرمين من الديب واب عارفوا يوصلوا لي بيحاولوا يقتلوني أكتر من مرة مشكلة أن حكاية شهاب بدأت من هو صغير لما كان في ساتة ابتدائي كان زميله البنات بيترياؤوا عليه عشان بيقولوا أن ملامح وشه يعني يشبه البنات فلما هو كان بيروح البيت ويروح يعني بيعاية لأهله كانوا بيترياؤوا عليه أكتر ويخلوه يعاية لأنه ما فيش رجل بيعاية بسبب بنات فشهاب هو بيحكي حكايته طول الوقت شايف نفسه ضحية التنمر وضحية عموما من صحابه أخواته بابا ومامته ما شكرش في حد في القصر طول الوقت شايف أنه هو فاشل في الفصل وما حدش من زميله أو مدرسين بتوعه يعني بيسألهم ما بيردوش عليه ودي حاجة غريبة جدا لما دخل الكلية بدأ بقى يدخل على أي موقع مدفوعة ياخد بيانات الفيزا كارد المدفوعة بيعمل حاكينج أو يخترق مواقع عالمية عشان يشحن لابت بوبجي لحد ما حسب التفاهة قرر نوين إن نشاطه بدأ بقى يقفل مواقع الإباحية والمسونية على حد قوله وبكده من وجهة نظره إنه استغل شطرته فحاجة مفيدة وبتحارب الشر بيقول إنه أقفل أكتر من مئة موقع إباحي ومواقع مسونية دلوقتي شهاد بقى عايز يعرف العمله ده صح ولا غلط طب هل هو كده شجاع ولا جبان جاني ولا مجني عليه والجانب اللي انتوا مش شايفينه في القصة هل القصة دي حقيقية ولا لأ وهل لو مش حقيقية احنا هنعمل مع الشاب ده إيه دي كارسة وهل هو بعث لنا يسألنا عشان هو ناوي يعمل كده لو ما كانش الكلام ده حقيقي فاحنا نبقى قدام مصيبة كبيرة مشكلتي الأكبر إزاي أهل ومش شايفين ده كله إزاي انتوا عايشين معاه في البيت هو بعث يقول لنا كده عشان كده مننورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودة استشاري الطب النفسي عشان نشوف هنعمل ايه زيك يا دكتور حمود زيك يا سهيل أخبارك ايه بقى انا كتير ما تخنقناش يا رجل اه والله اه ايه رأيك في قصة النهاردة والله هي قصة غريبة يعني يعني تعرف ان انا مسكتش غير لما بعثوا لي القصة مكتوبة يعني من الرقم الشخص ده انا عمل اقولهم يعني ايه يا جماعة الواتساب اللي هو ده مش حقيقي تبتكلموا جد ده مش حقيقي لو عشان يسكتوني بعثوا لي بقى القصة ده مجد ده في حد بعد كده بس هو يعني احنا لو هنفترض ان القصة حقيقية فعلا فاحنا عندنا سيناريوين السيناريو الاولاني انه الولد ده مريض وده الالقع انه هو عنده اضطراب الشخصية الاضطهادية والموضوع ممكن يكون قلب معاه بعد كده بسكيزوفرانيا فعلا انه هو شايف في القصة انه كل الناس متأمر عليه ومتأمر ضده الناس كلها بتتريع عليه وكل الناس كل الناس ده مش طبيعي ده مش طبيعي ده معناه انه يعني قولك بابايا وممتي واخواتي والمدرسين وزميلي في الفصل وزميلي في الكلية يعني مش معقولة للعالم سيء للدرجات اوه ما فيش ولا حد بيحبه طيب وغمين الرموه في النيل وجابوله الرتجاج في المو فانا مش فاهم ده يعني معاه انه هو عنده اضطراب الشخصية الاضطهادية وممكن يكون قلب بسكيزوفرانيا كمان بس انا شايف حاجة تانية بقى انا قديني تشخيصي بقى انا كدكتور انا من الحق اقول يعني هو بيدور على اي اهتمام فعايز يبقى هو هاكر وعايز يبقى حاجة وفيش حد مطهده وبيعمل له نجم فانا مش عاجبيني انا فاهم يعني حتى لما بيوصف نفسه في الطريقة نمبر ون في الطريقة انا افشل واحد بس انا موجود يعني ده اللي انا عتى اقرأ انت بتعمل كده ليه هو سيكينج اتنشن بدليل انه بعت الرسالة يعني اتطفق معاكي انه هو بعت رسالة عشان ياخد اهتمام بعت رسالة يقول انه المفروض الناس بتدار عليها والمجرمين عايزين يقتلوني والمفروض انا عملت الجريمة وعقوبتها 15 سنة سجن فمحنش هيقول كده الا لو هو بيدور على الاهتمام فانا متفق معاكي لفكرة انه هو بيدور على الاهتمام بس هو الشخص اللي عنده احساس بالاضطهاد طول الوقت ده ما يطلعش غير حاجة من اتنين يا مريض فصام يا سفر يا مريض اضطراب الشخصية الاضطهادية مالهاش حل تالت خلاص عشان نقول السكة دي طب لو احنا قلنا بقى يعني ده تعرض للترمر وترمر اصل فيه نفسيا وقصة بقى حقيقية ومصدقينها اه وقصة حقيقية ومصدقينها دي قصة تانية يبقى احنا عندنا سيناريوهين بس ارأي لك على حاجة المراضين دول دول وراسة لا التراب الشخصية الاضطهادية مش لازم يكون وراسة بس طريقة التعامل مع الطفل وتربيت الطفل وبعض يعني فيه جينات طفيفة كده بتؤثر في تكوين الشخصية لكن الاساس الاسكتزوفرانيا برضو مش وراسة فيه عامل وراسي الامراض النفسية العامل الوراسي فيها مهم بس لازم تجتمع مجموعة من العوامل يعني لازم يبقى فيه عامل بيولوجي خلال كيمياء في المخ عشان يعمل مرض زي الفصام مع الجينات الوراسية مع العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية